كما قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن سرقة التيار الكهربائية ظاهرة منتشرة بشكل كبير واشر مدبولي إلى أن الحكومة تنفذ حملات رقبية لضبط سرقة الكهرباء بشكر حضرتك على الموضوع بالخاص بظاهرة سرقة الكهرباء وللأسف دي أنا من غير تزويق للكلام ظاهرة سلبية بقت منتشرة موجودة عندنا وحضرتك إحنا بنتكلم على ملايين الحالات سنويا وللأسف ده بيؤدي إلى أن جزء كبير من القدرات المولدة بتهضر على الدولة أنا عايز أقول لحضراتكم يعني إحنا لو نصف هذه الحالات مش موجودة ما عندنش مشكلة في أي حاجة ولا أن إحنا نحتاج لتدبير موارد إضافية للكهرباء ولا الكلام ده كله لأن على الأقل حيبقى بناخد الموارد المالية لقصاد هذا الكلام ونقدر كدولة ندبره ونعمل به هذا الموضوع فبالتالي هي ظاهرة سلبية ومحتاجين كمواطنين نعي إذا كنت حضراتكم يعني بناخد بنفتكر إن الموضوع مصلحة شخصية مباشرة إن أنا ما بدفعش فاتورة الكهرباء هي حتسمع معاك في حاجات تانية ترجمة نانسي قنقر